امتحان النفس وابتلاؤها بتحقق هذه المقاصد من عدمها فإن هذه المقاصد إذا لم توجد فمعنى ذلك أن صومك ناقص فراجع قلبك ولم يكن عملك كاملا لا في المقصد مقاصد المكلفين أو لم يكن كاملا من حيث الأعمال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه انظر كيف الامتحان والابتلاء أنك إذا ابتليت نفسك فلم ترى نفسك قد تهذبت ولم ترى نفسك قد جادت وحسن فعلها ولا نقلبك بترك قول الزور والعمل به فاعلم أن صومك ناقص واعلم أنك قد أسأت وقد روين عند ابن أبي الدنيا في قصة المرأتين التي جاء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قيئا فقاءت لحما ودما عبيطا فقال إن هاتين قد صامتا عما أباح الله وأفطرتا على ما حرم إذا المسلم دائما يبتلي نفسه إن وجد أنه في صومه قد تهذبت نفسه وقد حسنت أخلاقه وقد ترك السيئة من الطباع وأنه قد عني بما يدين قلبه فلان قلبه وبكت عينه عند ذكر الله عز وجل فإنه حينئذ قد أحسن وعني بالمقاصد وإن كان ذلك بضد ذلك فإنه حينئذ ليس بالمجيد بل يجب عليه أن يراجع قلبه قبل ذلك وأن يراجع ما تعلمه فإن فيه نقصى وليراجع أعماله وهذا مسألة المراجع للقلب مهمة وليعلم المؤمن أن نفسه دائما لوامة له دائما تلومه أنت فيك نقص أنت فيك عيب أنت فيك خور ومن ظن في نفسه الكمال فقد بدأ في السقوط ولذاك يقول الحسن البصر رحمة الله عليه لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تأمن خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف وجاء في الآثر أن ما خاف النفاق أحد إلا أمن منه ولا أمن من النفاق أحد إلا وقع فيه فالمقصود أيها الإخوة أن من أعظم ما نستفيده من معرفة مقاصد الصيام ابتلاء النفس وامتحانها وقياس صدق قبولها ولنعلم أن الله عز وجل لا يجعل الناس سواء في الأجر فقد ثبت في مستدر إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا ستسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها فالصائمون ليسوا سواء في الأجر كيف تعرف ذلك؟ بمعرفة مقاصد الشرع وهل أثرت وهل أثرت الصوم عليك فيها أم لا؟ حينئذ تستطيع أن تبتلي نفسك وتمتحنها وتعرف كمال امتثالك لله عز وجل فيه ترجمة نانسي قنقر